سلام عليكم قصتنا ليلي من سوريا وتحية لأهل سوريا وليهون السامعين جميع القصة اللي يسلمكم لرجل ينقال له المعلم حسن المعلم حسن هذا سالفته سالفة هذا الرجل وحيد لأمه وأبوه ويعيش في إحدى القرى على الحدود اللبنانية السورية وبما أنه شاب وحيد لأمه وأبوه فكان مدلل واللي يودوا إياه يصير وهذا حسن من أول ما فتح عيونه على هالدنيا شاف أبناء القرية في معظمهم يشتغلون في التهريب وكما يعلم الجميع بالنسبة للمناطق الحدودية في كل الدول الغالبية من أبناء هالمناطق هذه يشتغلون في التهريب التهريب هذا له أشكال عديدة ومتنوعة منهم اللي يشتغل في تجارة وتهريب الأسلحة تهريب المخدرات الممنوعات حتى تهريب الألعاب الشغلات اللي ما تكون موجودة فيها الدولة هذه وموجودة في الدولة الأخرى يتم العمل عليها لذلك هذا حسن من أول ما فتح عيونه على هالدنيا أبناء عمه وأقاربه ومختلف شباب القرية يعملون في التهريب وأمورهم المادية عال العال ومعروف التهريب يدر أموال طائلة لكن الرجل أبو حسن كان بعيد كل البعد عن سوالف التهريب لأنه التهريب في النهاية ممنوع وإذا انمسك الواحد يقضي له عدة سنوات في السجن أو يحصل مطاردة اطلاق نار بينهم وبين رجال الأمن ويا ما انقتل ناس وانعطب ناس بسبب أمور التهريب وفي النهاية الرجل ما يحب مخالفة القوانين لأنه التهريب خارج القانون ومخالف لكل القوانين والأنظمة العالمية المهم تروح الأيام وتجي الأيام وحسن بدأ يكبر ويشبشب ويفتح عيونه على هالشباب اللي لابس أحسن لباس اللي راكب سيارة اللي عنده جرار زراعي المهم بدأ يفكر في موضوع التهريب وصار يطلع بعض الطلعات مع بعض الأقارب وتدرب شوي شوي وأبوه لما صار يغيب هذا حسن وين يا حسن وين قاعد تروح وين تجي في النهاية حسن شاف لابد أنه يصارح أبوه في هالموضوع أنه والله يا بابا أنا صارت أشتغل في التهريب مثلي مثل شباب هالقرية ويمسك أبوها ذاك اليوم وقال يا حسن ما لك بهالسوالف أنت وحيدي وأخاف عليك تحصل مطاردة يحصل إطلاق نار تنقتل تنسجن احنا بغنى عن هالسوالف يا ابني وعندنا قطعة هالأرض اللي نشتغل فيها تعال ساعدني فيها وخلينا نشتغل بالحلال وبلا لك سوالف التحريب لكن حسن هذاك اليوم جيبه مليان مصاري وطالع له أكثر من طالعا مع هالشباب وشاف الفلوس وقال له يا بابا الأرض هذي ما تطعم خبز وحالي حال هالشباب اللي يصير على هالشباب يصير علي وحاول أبو حسن وأم حسن جاهدين أنهم يثنون هالولد عن هذا العمل لكن بدون أي نتيجة خلاص الولد انحرف وصار مثله مثل غالبية شباب القرية وبعد مدة منزما ذاع صيد حسن وصار يشتغل لحاله بل بعد فترة صار عنده مجموعة من الشباب اللي يشتغلون معاه وهو المسؤول عنهم هو اللي أمن لهم الطريق بعد ما تعلم وتدرب وصار من أمهر المهربين وضع صيته فيها القرية والقورة المجاورة وصار اسمه المعلم حسن راح المعلم حسن وجاء المعلم حسن وصار تقريبا فيه 25-27 سنة من العمر ويقوم هذاك اليوم يتقدم لخطبة إحدى فتيات القرية اللي كان حاط عينه عليها والآن صار يلعب بالفلوس لعب وصار عنده سيارة وأموره المادية عال العال ويتقدم لخطبة الفتاة ويتزوج وبعد ما تزوج من هالفتاة هذه بحوالي سنة سنتين زمان الله سبحانه وتعالى رزقهم بمولودة المولودة هذه سموها حسناء وباللهجة العمية يقولولها حسنة وصار المعلم حسن أبو حسنة وحسنة هذه ما شاء الله تبارك الله من أول ما جت بنوتة جميلة جدا وأبوها بما أنه يشتغل في التهريب بين سوريا ولبنان يجيب لها من هالأهدايا ومن هالألعاب اللي ما هي موجودة في سوريا ويجيب لها من هالملابس الأجنبية وبدت البنت تكبر شوي شوي على دلال واللي تطلبه يصير لكن حسن وزوجته بعد ما جتهم البنوتة حسناء ما عاد أنجبت هاي المرأة حصل معاها عدة أمراض ومشاكل فيه الرحم وأصبحت غير قادرة على الإنجاب وحسن هذاك اليوم رضى بالنصيب وقال لك اللي يجي من الله يا محلا وأم حسنة خايفة هذاك اليوم أنه يتزوج عليها وتحاول أنها تطلع دائما بأبها وأجمل صورة لأجل حسن عيونه ما تزيغ برا على يمين ويسار وفعلا حسن كان يحب زوجته وله يفكر بأمرأة غيرها وقالها يا بنت الناس أنت مالج ذنب في هالموضوع موضوع الإنجاب وخلاص الله سبحانه وتعالى أرزقنا بهالبنت وانت يا أم حسنة عندي ضفرش يسوى نسوان الدنيا كلها وعاش هو وياها أيام سعيدة جدا ويربون هالبنت كل شبر بنذر وشايفين همهم صدقين بالإضافة إلى أبو حسن وأم حسن تقدموا شوي في السن وحسن جاب عامل يشتغل فيه المزرعة مزرعة أبوه وقعد أبوه في البيت ويعتنون بهالبنوتة الصغيرة هذه اللي عندهم اللي من إيد جدتها لإيد جدها لإيد أمها بالإضافة إلى أنه لمعلم حسن يشوف الدنيا بعين ويشوف بنته هذه حسنة بالعين الثانية تروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر والسنين وصغير ما يظل صغير حسنة كبرت ادخلت فيه المدرسة المرحلة الابتدائية المرحلة الإعدادية وحسنة لما صارت فيه المرحلة الإعدادية بدت عليها علامات الأنوثة والبنت هي تكبر وتزداد جمال من أجمل بنات القرية وعداكم عن أنه أبوها المعلم حسن وأضرب وأطرح وجنب عن دربه والمعلم حسن خلال هالسنوات هذه كون ثروة طائلة ويعمر له هذه الفيلة والقصر في مزرعة أبوه وأبوه ما لحق يتهنى هذاك اليوم بهالفيلة الجديدة لأنه توفي وبعد أسبوعين ثلاث الحقته أم حسن رحمة الله عليهم وظل حسن هو وزوجته وبنوته حسناء هذه والبنت حسناء لما صارت في المرحلة الثانوية صار شباب هالقرية يتمنون النظره من حسناء والبنت جميلة وعز ورز وروحات وجيات على بيروت على لبنان على هالمناطق الجميلة بحكم أنه أبوها رايح جاي على لبنان والسيارة خاصة واللي تطلبه يصير فكل شباب القرية يتمنون في يوم من الأيام أنه هذه حسناء تصير زوجة لواحد منهم لكن البنت ما كانت تتعير اهتمام لأي أحد شايفة حالها ومغترة بجمالها المهم البنت هذاك اليوم لما خلصت المرحلة الثانوية حصلت على علامات متدنية جدا ما تأهلها أنها تدخل إلا بعض المعاهد المتوسطة واختارت حسناء أنها ما تتابع الدراسة قالت لك أبوها عنده فلوس وسيارات وقصر وأبوها من أشهر المهربين فيها المنطقة لذلك اختارت أنها ما تتابع الدراسة وتقعد فيها البيت وعلى طلعات وروحات وجيات على بيروت كل يومين ثلاث وين حسناء والله ببيروت وين حسناء والله بجبل لبنان والبنت عايشة حياتها بالطلوب العرض فلوس واجده وهذا المعلم حسن ما يرد لها طلب لكن الحلو ما يكمل في يوم من الأيام وتصحى هالعائلة المعلم حسن وحسناء يصحون على زوجة حسن ولا متوفية بجلطة قلبية أسعفوها إلى المستشفى لكن المرأة ظاهر متوفية من منتصف الليل وما هم حاسين عليها وانتقلت إلى رحمة الله عز وجل حزنت البنت على أمها والمعلم حسن كذلك على زوجته لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وكل نفس ذائقة الموت الموت هذا كأس على كل الناس في النهاية البنت بعد انقضاء فترة الحزن التعزي أبوها طلعها على لبنان قضوا لهم أسبوع زمان هناك لأجل البنت تتغير جو ويحاول ينسيها وبدت الحياة تمشي بشكلها الطبيعي المهمة المعلم حسن هذا الله يسلمكم عنده شاب يعتبر الذراع اليمنى للمعلم حسن هذا الشاب اسمه عامر عامر شاب وسيم وجميل والطول وعضلات مفتولة ومثل البديغاردية وعمره فيها ذاك الوقت تقريباً خمسة وعشرين إلى ستة وعشرين سنة المعلم حسن يعتمد عليه في غالبية الأمور الهمة والحساسة اللي يكشف فيها الطريق يشرف على الصفقات التهريب والرجال مثل ما تقولون مطلع على كل أمور المعلم حسن وبحكم روحات البنت حسناء على لبنان وجياتها فالمعلم حسن ما كان يأمن على البنت أنها تروح بمفردها يخاف عليها وبنته الوحيدة فكان يرسل معاها الشاب هذا عامر ومن خلال الروحات والجيات البنت أعجبت بشخصية هذا الشاب وكذلك عامر يتمنى نظرة من حسناء وبدأ بناتهم استلطاف كلام فسلام وبحكم أنهم يركبون بهالسيارة ويتنقلون بين سوريا ولبنان فحصل علاقة حب بين حسناء وعامر وعلاقة الحب هذه بدأت تكبر شوي شوي لكن عامر كان عنده خوف شديد من المعلم حسن لأنه هذه بنت المعلم حسن وما هي مثل أي بنت من بنات القرية أبوها ما عنده مزح أبدا أصبعوا على الزناد مباشرة الفلوس ما تأكلها النيران ورجل له السمعته مكانته في القرية وبين المهربين وكذلك عامر يعرف شيني قيمة البنت حسناء هذه عند أبوها إذا واحد يحط عليها وردة يحط عليه قنابل الرجال ما عنده مزح ولا عنده دقنم مشهطة أبدا لذلك هذا الشاب صار يحسب الحسابات ويقول الحسناء يا حسناء أخاف أبوشي حس على هالعلاقة والله العظيم لا يذبحني من الوريد للوريد تقول له أنا أحبك وأنا رايدتك والبنت هي اللي شجعته على العلاقة لأنه هو ما يسترجي أو يخاف أنه ينظر لها نظر لكن في النهاية خلاص القلوب تحاببت وهذا كل أسبوع البنت صار عندها طلع على بيروت اتمضي لها يوم يومين ثلاثة وترجع وبحكم تكرار الروحات والجيات العلاقة توطدت والبنت صارت معاة تقدر تعيش بدون أنها ما تشوف عامر كل يوم عامر طبعا كل يوم موجود وكل يوم من الصبح يجي يشرب ولقهوة مع المعلم حسن ويخططون شنو دهم يساوون شنو عندهم صفقة شنو الطريق اليوم اليوم في حملة المهم ينسقون الأمور هذي بيناتهم فكانتوا تشوفوا كل يوم وأبوها ما حس على هالعلاقة هذي اللي بينها وبين عامر والأمور ماشي بشكل طبيعي ولمعلم حسن بحكم أنه البنت كل أسبوع عندها طلعة على بيروت قالك يعني ليش أنا ما أستغل هالموضوع وهالطلعة وهالروحة وهالجي بما أنه مهرب قالك خلي البنت تجيب لها حمل صغير معها وبما أنها أنثى أو فتاة يعني فما تتفتش في غالبية الأحيان مجرد تفتيش عادي على السيارة ويعرض عليها ذاك اليوم قالها يا بنتي الموضوع كذا وكذا وفيه بضاعة عبارة عن نص كيلو تحطينها عندش فيها الحقيبة وما رح حدا يحس عليك يا بابا خاف تعرضني للخطر خاف أنمسك قال لها لا تخافين إذا أنمسكتي والله أفديتش بدمي وعيوني لكن خلينا نجرب هالمرة ونشوف البنت قالت ما في مشكلة لأنه أبوها قال لها هالتجرة هذه راح تدر علينا أموال طائلة وإذا ضبطت الأمور ولا لا نصير أحنا وياتش فوق 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 المهم وتركب هي وعامر في أحد الأيام وينطلقون على لبنان واستلمت البضاعة من أحد الرجال اللي يتعامل معهم والمعلم حسن هناك في لبنان وحطتها فيها الحقيبة النسائية وجاءوا على الحدود السورية اللبنانية مرت من الحدود اللبنانية ما أحد أنتبه كذلك الحدود السورية ومرت الأمور بسلام وجابت الأبوضاعة لعند أبوها ذاك اليوم لما شاف المعلم حسن أنه العملية نجحت والأمر غاية في السهولة صارت البنت كل أسبوع تطلع تساوي رحلة استجمام وسياحة وتجي بالها معاها نص كيلو كيلو وعامر طبعا على علمي بهالسوالف ومن خوف عامر على البنت ويقوم يعرض عليها هذاك اليوم بينه وبينه وقال لها صراحة أنا أخاف عليك ما تعرفين شنو يصير حدا يبلغ العملية تنكشف بدل ما تحطين البضاعة هذه عندش في الحقيبة خلينا نخبيها في مكان فيها السيارة تحت المقاعد الخلفية في الطبون البكاج الخلفي المهم أنش ما تشيلين هالبضاعة أنت يا حسناء وصراحة أنا خايف إذن مسكتي السوالف هذه ما فيها مزح فيها سجن 15 إلى 20 سنة ممكن توصل إلى المؤبد وأنا ما ودي أخسرش يا حبيبة قلبي قالت له اللي ودك يا ما زال شايف الأمر فيه خطر علي خلاص ما عاد أحط البضاعة هذه عندي فيه الحقيبة والبضاعة هذه يعني من أنواع الحشيش والكوكاين والهورئين والمواد المخدرة هذه الممنوعة ويمر شهر شهرين ثلاث سنة والأمور ماشي عال العال وحسناء كل أسبوع أسبوعين عندها حمل والأمور ماشي عال العال ما حد اكتشف هالموضوع والمعلم حسن يوزع من هالبضاعة ويقبض من هالدولار الأخضر وأموره صارت فوق فوق لكن الحلو ما يكمل وفي يوم من الأيام الظاهر فيه إخبارية على السيارة اللي راكبتها حسناء وعامر وكانوا جايبين حمل حوالي نصف كيلو جرام من المواد المخدرة ويتم إلقاء القبض عليهم في الحدود السورية بعد ما تعدوا الحدود اللبنانية الظاهر فيه إخبارية وتم إلقاء القبض على حسناء وعامر طبعا المعلم حسن له ناسه في الحدود ويخبرونه هذاك اليوم قالوا ألحق يا معلم حسن بنتك تم إلقاء القبض عليها هي والسائق عامر ويفزع المعلم حسن وعن طريق الناس اللي يعرفهم قدر أنه هذاك اليوم يقابل حسناء وعامر قبل لا يتم تحويلهم إلى المحكمة أو النيابة وقبل لا يتم كتابة الضبط أنه البضاعة هذه لمن المهم ويجي المعلم حسن هذاك اليوم وقدر يلتقي فيهم ويقوم يمسك عامر قالوا يا عامر الآن لازم أنك تبين شجاعتك ووفائك وإخلاصك لي قالوا ابشر بعزك يا معلم حسن أنت تفصل وأنا ألبس شنو المطلوب؟ قالوا المطلوب أنه تعترف البضاعة هذه لك والبنت ما لها علاقة فيها لأن السيارة مسجلة باسم البنت وهذا يعتبر سائق خاص قالوا ابشر لكن يا معلم حسن البضاعة اللي جايبينها كمية وثمنها غالي وأكيد هذه فيها سجن وفيها بهدلة ورح أقضي نص حياتي في السجن قالوا ما عليك قبل لا تدخل السجن أو خلال فترة قضاء السجن المحكمية هذه اللي رح تنحكمها ما تأكلهم أبداً أهم أسرتك وعائلتك ومصروفك داخل السجن وبس تطلع من السجن راح تلاقي بيت قدامك وزواجك على حسابي واللي تطلب ويصير يا عامر عامر صار له تقريباً عشر سنوات من عمر خمسة عشر سنة يشتغل معلم علم حسن وواثق فيه وقال له ابشر ما عندي مشكلة المهم ويكتبون الضبط هذاك اليوم على أنه البضاعة هذه العامر والبنت طلعت من القضية مثل شعرة من العجين واللي ساعد البنت هو خطة عامر أنه قال لها لا تحطينا البضاعة عندش فيه الحقيبة خلينا حطها فيه مكان فيه السيارة المهم ويشيل القضية هذاك اليوم عامر وتم تحويله إلى المحاكمة وطبعاً المعلم حسن حطله محامي وبعد أدة محاكمات وجلسات تم الحكم على عامر بالسجن لمدة خمسة طعش سنة بتهمة تهريب وحيازة المواد المخدرة أما البنت حسناء هذاك اليوم كانت حزينة جداً على أنه حبيب قلبها وحبها الأول راح يقضي خمس طعش سنة خلف القضبان وشنو ده تساوي صارت كل فترة وثانية تروح تزوره في السجن بدون لا يعلم أبوها وأبوها أصلاً ما يدري بعلاقة الحب هذه اللي بينها وبينه والظاهر أنه حاصل بينه وبينها بعض الملاطفات والحركات المهم كل فترة وثانية تروح تزوره وتشوفه وتاخذ له ألبسه وتعطيه اللي فيه النصيب من الخارجية بالإضافة إلى أنه للمعلم حسن سوي الوراتب شهري لهذا عامر فيه السجن بالإضافة إلى أنه يصرف على عائلته اللي فيه الخارج لأنه هذا عامر هو المسؤول عن عائلته هو اللي يصرف عليهم وهو اللي يأمن لهم احتياجاتهم وتروح الأيام وتيجي الأيام سنة سنتين البنت هذه فكرت بعدين قالت لك شنوها الحب هذا وشنوها العلاقة اللي أنا ودي أنتظر خمس طعش سنة شنو خمس طعش سنة البنت كانت في بداية العشرين يا ثنين عشرين ثلاثة وعشرين سنة والحد ما يطلع هذا عامر من السجن راح تكون صارت فيه الأربعينيات تقريبا نهاية ثلاثينيات لذلك شوي شوي صارت تناسى عامر والبعيد عن العين بعيد عن القلب بعد ما كانت تشوفوا كل يوم الصباح وتروحي ويا مشاوير على بيروت وعلى لبنان وروحات وجيات وحب وغرام الآن ما عاد تشوفوا بدور الشهر شهرين مرة واحدة لذلك بدت علاقة الحب هذه تطفي شوي شوي وبعد مرور حوالي سنتين زمان المعلم حسن تعرفون حاله حال المهربين أو غالبية المهربين ما يقتنعون من ضربة ولا ضربتين ولا ثلاث أنه خلاص صار عندنا مبلغ من المال ويكتفون فيه ويفتحون لهم مشروع مثلا لا هذا ما يعرف يشتغل شغله ما يعرف إلا في التهريب وصوصة التهريب هذه أصعب شغلة فيه الحياة والطريق هذا لا مشي فيه الواحد من النادر جدا بنسبة ضئيلة جدا تلاقي واحد أنه ترك هذا الطريق والتفت إلى حياته العادي ويمارس حياته بشكل طبيعي حسن هذا بعد ما تم إلقاء القبض على عامر وعامر شال القضية فكانت الحمولات اللي يجيبها البنت وعامر كانت تدر عليه مبالغ طائلة وقرر هذاك اليوم أنه يترك التجارة في المهربات أو الأمور اللي كان يهربها عبر الحدود على الحمير اللي يعزكم ولا اللي يهربونها الأشخاص لأنه فيها مخاطرة وفيها إطلاق نار تبادل إطلاق نار بينه بين رجال الأمن حرس الحدود اللبناني والسوري فقرر هذاك اليوم أنه يمشي على نفس الطريقة هو وبنته وصار يروح هو وبنته على لبنان بعد ما هدية الأمور وشبه أنه يعني طفت السالفة وطفة الخبر ويقوم يرجع كذلك يصير يجيب هالكميات هذه من لبنان إلى سوريا أول مرة ثاني مرة ثالث مرة ويتم إلقاء القبض عليها ذاك اليوم هو والبنت في إحدى المرات جايب حوالي كليين من المواد المخدرة ويتم إلقاء القبض عليها عن طريق إخبارية وتم إحالته إلى السجن والمحاكمة المهم بعد عدة جلسات ومحاكمات والبنت حسناء حطت محامل أبوها وفتت فلوس اليوم الفلوس لكن السالفة كانت أكبر من المحامي وأكبر من الفلوس ويتم الحكم على المعلم حسن هذاك اليوم بالسجن لمدة عشرين سنة مع الأعمال الشاقة بالإضافة إلى مصادرة أملاكه لأن الأملاك هذه اللي كانت عنده الفيلة والسيارات كلها حاصل عليها بطرق غير مشروعة وظلت حسناء الآن إيد من وراء وإيد من قدام ما عندها سلاح وذخيرة إلا هالجمال اللي تمتلكه الجمال الفتان حبيب القلب الآن خلف القطبان وأبوها خلف القطبان محكم عليه عشرين سنة تصادرت الأملاك وشنو ودها تساوي ما عادت عارف وتروح تعيش عند جدتها أم أمها ما زالت عايشة أمرأة متقدمة في السن وقعدت عند جدتها تخدمها وتدير بالها عليها وكل فترة والثانية تروح تزور أبوها أما بالنسبة لعامر عامر بعد هالحادثة هذه اللي صارت والبنت صارت إيد من وراء وإيد من قدام لا فلوس لا فيلا نست عامر من أساسه إذا في حدا اسمه عامر نسته وبعد مرور حوالي سنة زمان ويتقدم لخطبة البنت أحد رجال القرية رجل كذلك له مكانته في القرية وكان على علاقة وثيقة مع أبوها لكن هذا الرجل اللي ينقال له محي الدين هذا الرجل تاجر يشتغل فيه التجارة وماله بسواله في التهريب أبدا لكن بحكم الجيرة وأنهم أبناء قرية واحدة فكان هذا محي الدين يلزم بعض الأغراض ويوصي عليها المعلم حسن يجيب لها من لبنان فيه بيناتهم صداقة والآن الرجل أصبح خلف القضوان في السجن ويقوم هذا يتقدم لخطبة الفتاة والبنت شافت أنه هذا الزوج المناسب ليش؟ لأنه محي الدين رجل تقريبا في الخمسة وأربعين ستة وأربعين سنة ورجال عنده أفلوس ماتا كلها النيران متزوج وهي رح تكون الزوجة الثانية لكن كل واحدة رح تسكن في بيت منفصل البنت وافقت على الزواج وقالت لك ممكن هذا الزوج اللي رح يسعدني رح يأمن لي الرفاهية اللي كنت عايشتها عند أبوي على الرغم من فارق السن اللي بينهم لكن خلال ظرف أسبوع أسبوعين تزوج محي الدين من حسنة وجدت عاشت عنده فيها المنزل وعاشت هي وياه أيام سعيدة جدا وكانت تاخذ الخرجية الأبوها اللي فيه السجن من زوجها محي الدين بحكم الصداقة اللي بينهم وهي ما عندها فلوس فالآن الرجال يقولها شو نودش تاخذين الأبوش ما عندي مشكلة أبدا تروح الأيام وتجي الأيام سنة سنتين زمان الله سبحانه وتعالى ما رزقهم بأبناء وظاهر البنت هذه عندها مشكلة في الإنجاب ويجيها خبر هذاك اليوم أنه المعلم حسن متوفي في السجن بجلطة قلبية الرجال بعد هالعز والرز اللي كان عايش فيه وراح المعلم حسن الآن المعلم حسن أصبح سجين والظاهر أنه ما قدر يتحمل للنتيجة اللي يوصل لها في النهاية بعد السجن والحجز على الأملاك والممتلكات ويموت طقاق طق من الزعل والحالة اللي يوصل لها وحزنة هذاك اليوم البنت على أبوها حزن عظيم لكن شنوده تساوي قالت لك يعني هذا إذا طلع بعد عشرين سنة من السجن راح يطلع ختيار وراح يطلع شايب وما عنده شي المهم توفي لمعلم حسن وانطوت صفحة هذا الرجل والبنت بدت صفحة جديدة في حياتها لا أب ولا حبيب حبيبها السابق ما زال فيه السجن ونسيته أصلا والكلام هذا في بداية الثمانينيات تروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر والسنين إلى بداية التسعينيات 92-93 ويتم إصدار عفو هذاك اليوم ويتم شمول عامر في العفو اللي كان محكوم 15 سنة وكان مقضي من الخمسطعش 11 سنة ونص ويطلع هذاك اليوم عامر من السجن دخل عمره تقريبا 26-27 سنة طلع من السجن تقريبا في نهاية الثلاثينيات بداية الأربعين وطلع إيد من وراء وإيد من قدام ولا أبوه متوفي أمه متوفية إخوانه المتزوج متزوج وكل من عايش حياته وهذا طلع ما عنده شيء المهم لما جاء على هالقرية واستقبلوا إخوانه وقضى عندهم يوم يومين ثلاث وبدأ يسأل عن البنت حسنة قالوا حسنة أن تقلق هي أو زوجها على دمشق منو زوجها قالوا تزوجها محيدين أبو فلان قال أيوة سبحان الله ما لنا بطيب نصيب وبدأ هذا الشاب عامر يسأل عن العنوان اللي ساكنة فيه البنت حسناء في دمشق وبعض الأسئلة من هناك بعد سكان القرية قالوا والله ساكنة فيه الحارة الفلانية في دمشق في أرقاء المناطق ويروح شوي شوي يبحث عن هالمنزل من بعيد البعيد وعن طريق بعض السؤالات بعض الجيران الناس الموجودين في هالحارة قالوا هاذاك بيت محيدين بيك محيدين بيك هذا صار رجل أعمال خلال هالسنين اللي مرت والفلوس عنده فلوس اليوم الفلوس وعايش هو وزوجته هذي الثانية حسناء في العاصمة وزوجته الثانية هي وأبنائها في القرية والكل عايش وما هناك سوشي المهم استدل هذاك اليوم على البيت لكن بأي طريقة وده يجي على البيت ويقدر هذاك اليوم يحصل على رقم تلفون المنزل من أحد العمال اللي يشتغلون فيه إحدى الشركات عند محيدين ويقوم يتصل على رقم التلفون الأرضي في هذاك الوقت ما فيه تلفونات أرضية ألو اللي افتحت الخط هذاك اليوم حسنا ألو مين معي؟ قام سكر الخط رجع بعد ساعة ساعتين كذلك اتصل والبنت تفتح السماعة تفتح الخط وعلى ألو ومين أنت وليش عم تتصل تكررت الاتصالات أول يوم والثاني والثالث وهذا عامر ما هو متأكد من الصوت هو نفسه لأنه المدة صار لها 11 سنة ونص تقريبا المهم هذاك اليوم كان يراقب المنزل وخلى محيدين بيك لحد ما طلع من المنزل ويروح يتصل عليها ألو صباح الخير أهلا مين معي؟ قال لها معات عامر منو عامر؟ قال لها نسيتيني نسيت يا حبيب القلب عامر أنا عامر اللي شلت عنيش القضية واللي كذا قالت أيوة أنت وين وشلون طلعت؟ قال لها طلعت تم إصدار عفو وأنا كنت من المشمولين بالعفو الحمد لله على السلامة وحياك الله وشنو أخبارك؟ قال لها والله أخباري ما تسر لا عدو ولا صديق خير شنو الموضوع؟ قال لها طلعت إيد من وراء وإيد من قدام أبوي وأمي متوفين أو أخواني كل من عايش حياته وما عندي حق أكل قالت ابشرب عزك شنو المطلوب؟ قال لها المطلوب ودي أشوفك قبل كل شي مشتاق إني أشوف عيونتش الحلوة قالت يا عامر الله يرضى عليك لا تسوي لي مشاكل أنا تزوجت وانسترت وعايش حياتي مع زوجي الله يرضى عليك لا تسوي لي وجع راس قال لها لا أسوي لي وجع راس ولا تسوي لي وجع راس خليني ألتقي أنا وياش وأكحل عيوني بشوفتش ونتفاهم أنا وياش على بعض الأمور على شنو نتفاهم؟ قال لها بس نلتقي أنا وياش أفهمتش قالت ماشي بس الله يرضى عليك لا عد تتصل خلينا نحدد موعد في أحد الأماكن البعيدة عن هالمنطقة ويفضل إنها تكون خارج دمشق أخاف زوجي هذا يحس والله العظيم يذبحني أنا وياك ويشرب من دمنا لأنه هذا الرجل واصل وما عنده مزح أبدا الله يرضى عليك ويحددون موعده ذاك اليوم في أحد الأماكن خارج دمشق أحد المطاعم البعيدة ويلتقي هو وياها وقول للبنت ما شاء الله تبارك الله لما شافها صايرة أجمل من قبل وهذا عامر الشيء مزروع بلحته وبشعره وما هو عامر الأولي والعضلات المفتولة رايحة والنفسية متحطمة شنو واحد يعني طالع من السجن بعده 11-12 سنة اش رونتها تكون حالته المهمه تقوم تعطيه مبلغ من المال أربع خمس تلاف ليرة سوري وقالت يا عامر خذ هالمبلغ ودبر حالك فيه وأرجوك لا عد تسوي لي مشاكل وخليني يعيش حياتي قالها شنو أربع خمس تلاف أنا شلت قضية وقضيت نص عمري في السجن وأبوك وعدني وقالت أبوي مات أنا شنو علاقتي بأبوك صحيح شلت قضية عني لكن خلاص السالفة راحت وانت طلعت وإيش حياتك يا أخي أنا شنو دي أسوي لك قال لها تقدرين تسويني الكثير زوجيش هذا عنده فلوس ماتا كلها النيران لذلك هاي الأربع خمس تلاف ليرة رح أخذهن الآن لكن هذنه يعتبر حق فنجان قهوة ودتش الدبريلي مبلغ مليون ليرة سوري يا ابن الناس يطولك يقصرك مليون ليرة سوري فيها ذاك الوقت في بداية أو منتصف التسعينيات يعتبر ثروة عشرين إلى خمسة عشرين ألف دولار يعني مو أي شخص يقدر يمتلكهن يا عامر يطولك يقصرك قالها هذا اللي عندي وإذا ما أعطيتك قالها إذا ما أعطيتيني أروح أفتح القضية من أولها لآخرها وأسول في زوجتش أنه بيني وبينتش كان في علاقة حب وبعدين أنت بيغنى عن هالمشاكل ووجع الراس مليون ليرة سوري من طرف الجيبة عندش وعند زوجتش هذا محيط دين وبعدين أنت يا حسناء خنت العهد والوعد اللي بيني وبينتش قالت أنا ما خنت لا عهد ولا وعد أنت انسجنت وخمسة عشر سنة أنت من كل عقلك أظل أنا أنتظرك خمسة عشر سنة ويمكن تموت أو في النهاية تقدم الخطب في هذا الرجل ولينصيب وتزوجت نوية والله يرضى عليك يا محيط دين لا تسوي لي مشاكل قال لها مطلوب منك مليون ليرة سوري وإلا راح تشوفين شي ما يرضيك عبدا وانتهى اللقاء هذاك اليوم وقال لها احنا على اتصال صار عامر كل يوم يتصل على البنت لما محيط دين يرفع سماعة التلفون عامر ما يسولف لما البنت ترفع سماعة التلفون يطالبها بالفلوس وهي تساوي حالها أنه أحدها مخربطه برقم التلفون محيط دين رجل تاجر وذكي فانتبه أنه الاتصالات هذه ما هي مضبوطة ومسك حسناء هذاك اليوم قالها يا حسناء السالفة ترى ما هي سالفة واحدة مخربط كل يوم الثاني وكل يوم الاتصالات هذه تتكرر شين هي السالفة؟ قالت والله مثلي ومثلك يا محيط دين ظاهر فيه خربطة وفيها ذاك الوقت تحصل مثل هالأمور لكن محيط دين ما اقتنع بهالسالفة وحاول يفهم من حسناء من وهذا اللي قاعد يتصل عليهم وحسناء تنكر ونسو الموضوع لكن اللي حصل بعد حوالي أسبوع زمان ومن كثر الاتصالات قامت هذاك اليوم البنت قالت لك خليني أأمل له جزء من هالمبلغ وأخلي يسكت أني فترة من الزمن أحسن ما يسوي لي مشكلة لها أول ما لها آخر وطبعا عامر بنفسه أنه يلتقي معاها لقاء بعد هالسنين الطويلة هذه لقاء عاطفي ولما حلها قالت له عيب عليك وأنا امرأة متزوج وخلاص المبلغ أحاول أأمن لك يا وتقوم بعد اتصال منه هذاك اليوم قالت له زوجي يطلع الصباح وما يرجع البعض الظهر من المكتب لذلك تعالى عندي بعد بكرة يوم الخميس وزوجي يوم الخميس يكون مشغول جدا تعالى عندي على البيت ونشرب أنا وياك فنجان قهوة وأعطيك اللي فيه النصيب وكل ما نروح فيه طريقه قالها أوكي ويوم الخميس هذاك اليوم يجي عامر على الموعد وبعد ما دخل على المنزل بحوالي عشر دقائق إلى ربع ساعة ولا جاي محيدين أول ما دخل على البيت ولا جثة زوجته متمددة بهالأرض ونازفة كمية كبيرة من الدماء وهذا واقف فوق الجثة ومسطوله ما هو عرفان شنو ديساوي ويقوم يتصل مباشرة على رجال الأمن حضر رجال الأمن وقامت الدنيا وما قعدت ويتم إلقاء القمر لكن الظاهرة جثة ما زال فيها روح ويتم إسعافها إلى أحد المستشفيات الشريبة لكن فارق جثة حياء أسنان رحمة الله عليها كانت أشواء في المرأة ولا جايمة بالنزف الشديد سلام عليكم وعليكم السلام وخذوا عامر على اللي مبلل تحقيق عن الاتصال ليش قتلت؟ قالهم يا جماعة والله أنا ما قتلت شلون ما قتلت؟ هذا الرجل دخل على المنزل ولقاك فوق الجثة قالهم إيه نعم أنا دخلت بس أنا ما قتلت قالوا وانت تضحك علينا يعني تصالف مع ولاد صغار ولا كذا والله العظيم نحطك على بساط الريح ونخليك تصيح وما تستريح يا جماعة والله أنا ما قتلتها وليش ودي أقتلها أصلا أنا جاي أخذ منها مبلغ من المال أو ليش وشنو اللي بينك وبينها لحتى تاخذ مبلغ من المال قالهم يا عمي اسمع والسالف من أولها لآخرها ويصولفهم هذاك اليوم عامر على اللي حصل بينه وبين حسناء قبل لا يتم القاء القبض عليه في القضية الأولى وكذلك بعد ما طلع من السجن صاري طالب البنت بالدين اللي وعد فيه أبو حسناء المعلم حسن وقالهم هذا اللي صار وهذا اللي جرى وأنا دخلت على البيت لقيت المرأة مقتولة قالوا والسالف هذه ما تنفع وبناء على إفادات عامر بدأ رجال الأمن يحققون فيها القضية والآن المتهم عامر كل أركان الجريمة مكتملة وما هو باقي إلا أنه يعترف بالإضافة إلى أنه السكين اللي عثروا عليها في المنزل الأداة المستخدمة فيه القتل ما عثروا على بصمات عامر على هالسكين قالوا لك السالفة معناته فيها ممكن أنه هذا الولد ما يكون هو القاتل وبدوا يفتشون فيه المنزل وبحكم أنه هذا الشاب بينه وبين المرأة المقتولة هذه علاقة سابقة وقالوا لهم تقدرون تتأكدون من خلال الاتصالات أرقام التلفون وبالتدقيق بأرقام الاتصالات الواردة والصادرة فعلا عامر صادق فيه اتصالات بينه وبينها على رقم تلفون معين ويكتشف أحد المحققين أنه فيه جهاز تسجيل محطوط على الهاتف على الهاتف الأرضي وبدوا يبحثون عن أشرطة التسجيل وين أشرطت التسجيل وبالبحث ويعثرون على بعض الأشرطة المسجل عليها وبعد ما سمعوا هالتسجيلات تبين أنه كلام عامر صحيح وما كذب ولا كلمة لكن ما هو راضي يعترف بأنه هو قتل ممكن اختلفه إياها على المبلغ وكل الاحتمالات واردة لكن الآن الأنظار اتجهت إلى محي الدين أنه ليش حاط جهاز التسجيل هذا وبدوا يحققون مع محي الدين بعد إلقاء القبض عليه وقالوا له إذا اعترفت راح يكون الحكم مخفف بما أنه الجريمة ممكن تكون دفاعا عن الشرف دفاعا عن العرض فرح تأخذ حكم مخفف وهذاك عامر ما هو راضي يعترف بجريمة القتل المهم بعد الضغط والتحقيق مع محي الدين ويقوم يعترف هذاك اليوم قال اي نعم أنا اللي قتلتها واكتشفت أنه في اتصالات بينها وبين هذا الرجل وحسيت أنه هالاتصالات هذه ما هي مضبوطة لذلك قمت جبت جهاز التسجيل بدون لا تدري فيه ولا تعرف أصلا أنه في جهاز تسجيل مركب وفي هذاك اليوم اكتشفت أنه عامر راح يجي في اليوم الثاني يوم الخميس وأنا طلعت على أساس أني طالع على الشركة على شغلي كالعادة لكن بعد ما طلعت بحوالي ساعتين زمان وأرجع على البيت ويحصل بيني وبينها ملاسنة لأني لما دخلت على المنزل كانت متوقعة اللي داخل هو عامر واكتشفت خيانتها مع هذا الرجل وبناء عليه ما قدرت أستوعب هذا الأمر وسحبت السكين وسدت لها عدة طعنات وقتلتها وأنا عارف أنه عامر رح يجي فيها الوقت المعين وبعدها طلعت من البيت وانتظرت لحد ما جاء عامر حبيب القلب السابق وبعد ما دخل جيت وراه مباشرة على أساس أنه أنا توني داخل ومكتشف جريمة القتل وبناء عليه تم الإبلاغ عن هالجريمة وبناء على اعترافات محيدين تم تقديمه للمحاكمة وعامر تم إطلاق صراحة مباشرة بما أنه ما له علاقة فيها الجريمة لا من بعيد ولا من قريب وبناء على تقرير الطب الشرعي بعد تشريح جثة حسناء الله يرحمها تم اكتشاف أنه ما هو حاصل أي علاقة جنسية بين عامر وحسناء وتم تقديم محيدين للمحاكمة وبعد عدة جلسات تم الحكم على محيدين بالسجن المؤبد بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وكانت هذه نهاية القصة القصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال مجريات وأحداثها القصة أنتظر تعليقاتكم على مجريات وأحداث القصة بارك الله فيكم وفي النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر